كيفكم يا حلوين بسوي معاكم كيكة اللبنة بالزعتر مرة حلوة ومرة لذيذة في الحلة بحط كاسة حليب بودرة أي حليب بودرة موجود عندكم وكاس ونص موية تكون بحرارة الغرفة وكذلك كاسة سكر ونص كاسة زيت طبعا هذه الكيكة بدون بيض بدون أي يعني أي زفرة مثل ما يقولون والآن بحط معا الخليط ملعقة بيكن بودرة مرة حلوة ومرة لذيذة نبدأ بالخلاط نخلطهم ونحط عليهم كاسين طحين بالتدريج مثل ما احنا شايفين بدأ تخلط المكونات مع بعض الآن بنحط كاسة الطحين مثل ما احنا شايفين بالتدريج وبعد ما انخلطت كاسة الطحين معاه بنحط كاسة الطحين الثانية ونخلطها معاه لما يكون عندنا خليط متجانس وبعد ما خلصنا من المزيج نصبه في صينية بايركس ما حطيت عليها لا زيت ولا شي لأنه هي ما تلزق فيها كبينا الخليط كله في الصينية بعد ما صبيناها نجهز هذا ما الكريمة حطيت فيه لبنة لبنة عادية اي لبنة عندك لبنة حطيتها فيه وبدأت امشي على اللي هو المكون او الخليط حطيت عليه الكريمة بشكل مثل ما احنا شايفين حلزوني عشان لو قطعنا الكيكة يكون شكلها مرة مرة حلو مثل ما احنا شايفين تنزل معانا سريع سريع باللبنة تكون اسهل من الجبن وبكذا اصبحت الكيكة جاهزة بس باقي عليها انرش مثل ما تحبون تابون ترشون زعتر تابون ترشون اللي حب السودة تابون ترشون سمسم على راحتكم احب الزعتر لانه يعطيها طعم مرة حلو فرشيت عليها مثل ما احنا شايفين زعتر بدون شيرة بدون تحطون لا شيرة ولا شي فقط وطعمها ترى مرة حلو باللبنة مرة حلو باللبنة استبدلوا الجبنة باللبنة لانه تطلع معاكم مرة نكهتها مرة حلوة وهذه حطيناها بالفرن وطلعناها مدة ممكن تقريبا نص ساعة شوفوا كيف اصبح قوامها شوفوا كيف اصبح لونها مرة حلو وما اقدر اوصف لكم الطعم مرة مرة لذيذ وهذه كيكتنا اليوم استنى تطبيقاتكم تسوونها والله لذيذة مرة حلوة وهذه من الصينية من على جم شوفوا كيف محمر ومرة طرية ومرة شهية ومرة لذيذة لا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو عندكم حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي اتلاقونها تحت في صندوق الوصف اشتركوا في القناة